ذكرت الأمام المتحدة أن الأزمات الأخيرة من جراء تفشي فيروس كورونا في السنوات الماضية أدت إلى غلاء المعيشة ما تسبب بدوره إلى دفع 165 مليون شخص إلى الفقر منذ عام 2020 داعي إلى توقف في سدد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه وبسبب الأثر التراكمي لهذه الصدمات سيبلغ عدد الذين سقطوا في الفقر المتقع 75 مليون شخص من بين عام 2020 حتى نهاية 2023 وسيقع 90 مليون شخص تحت خط الفقر البالغ 3 دولارات و 65 سنة في اليوم حسب توقعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي